كلام مارضة هيكون ان شاء الله عن البرامترك موديلنج احنا عندنا الموديلنج تلت انواع او مش تلت انواع يعني تلت انواع الوطنة تصلنا في نطلق يعني نقصد تلت تكنيكات في البرامترك موديلنج وفي البوليجونال موديلنج وفي السبلاين موديلنج ايه الفرق بين التلاتة برامترك موديلنج ده نوع موديلنج بيعتمد على ان احنا بنشتغل بالاجسام الاساسية بمعنى ان لو انا خدت مثلا كيوب زي ده ويطلع طفوق شوية كده لما بنزل اي اوبجيكت بيظهر لي التلت نقط دول التلت نقط مش التلت محاول طبعا التلت محاول دول اكس و واي و زد لكن دول تقدر تعتبرهم زي سكيل لو عملت سكيل اكس بيتحرك واي و زد وليكن انا عندي اوبجيكت زي ده لو انا جيت نزلت كمان كيوب او بلاش نزلت كمان كيوب دايما في نقطة عايز اقولكو عليها لما تجد اشتغل اه في سينما حاول انك انت تقلب الشيدنج مود بتاع العرض بتاع الفيو بورت عشان تعرف انت شغل على اي هتروح لديسبيلي وتقول له جراد شيدنج عشان يدي لك الاينز او يدي لك بتاعت الاوبجيكت لو لقيت الدنيا عندك تئيلة اوي 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 اشتغل على المود ده اللي هو ده مود خفيف اوي و ما بيستهلكش ريسورسس كتيرة جدا من اه الميموري او من اه كارد الفيجن هشتغل على الجراد شيدنج زي ما انت شايفين بيين لي السيجمينس عشان تشوفوها اوضح لو انا زودت عدد السيجمينس على اكس وي وزد هلقيها بالمنظر ده فحالة زي بتاعتي مش محتاجة ازودهم لكن هخليهم لو انا عملت اما ان انا هعمل كنترول سي كنترول في او كنترول واسحب بالشكل ده كده ده كده الكيوب ده انا هصغره سنة بسيطة عن الكيوب الداني وليكن هاخده كده شوي وهاخده كده شويتين واقول لكم ليه انا بصغره كده عشان انا هزق ده كده تمام وايه اطلع ده الفوق هو ايه بقى الكيميا اللي انا عملتها دلوقتي اللي انا عملته ده انا هطرح كيوب من كيوب عارفين ان داتها الفراغية حاجة شبهها كده الكيوب ده هسميه انا لما تقوم تسميه حاجة ضبل كليك عليها وده هسميه اوطر ايه الانر و ايه الاوطر او انا هعمل ايه هروح من الجنريتورس اقاسف من هنا واخد البول اوبشيكت البول اوبشيكت او البوليان اوبشيكت بياخد اتنين اوبشيكت زي دول ويطرحهم من بعض بيطرح الكبير من الصغير فانه هاخد الاثنين واسحبهم جواه خلي بالك لو السهم التي كده يبقى انت جوا الحاجة لو السهم انت هناك كده ايه سابتراكت بي ايه بيقطع بيه فبيضيلك النتيجة او ايه يونيون بي وفي الحالة دي انت عملت اتحاد بين الاتنين او ايه سابتراكت بي ديلي كاتم معلم شوية اللي هو ايه انترسيكت بي هيديلك تقاطع ايه مع بي اللي هو الجزء الجواني بتاع الكيوب اللي تحت تمام اللي هو من الاخر كده زي ما تقول القاسم المشترك او جزء المشترك بين الجسمين. او ايه وذوت بي. هي دي شبه الاولانية اه شبه دي. صح? مزبوط. بس ركز هنا كده. في الحتة دي. ايه وذوت بي. بص. راح مطير الفيس ده. لو خدت بالك كل اللي جوه طاير. اذا تخلي بالك قوي من ايه وذوت بي هي شبه دي. بس الفكرة ان هنا بيشيل كل الجزء المشترب من ايه وبي. انا هقوله ايه? طيب فيه نقطة مهمة قوي اللي هو عشان نضمن ان ده اوبجيكت واحد. الحاجة بتاني هقوله هايد نيو اجز. ليه الاجز اللي هو طلح من غير اي لازم لي. اذا انا اخدت هنا كلين موديل وبرامترك. يعني ايه برامترك? يعني انا ممكن ببساطة امسك الانر ده. وطلحه كده. اجيبه كده. اه اطلعه قدام. اهو. ارجعه وراء. زي ما انا عايز. طيب هو كده وبس لا. ده ممكن نعمل حاجة زريفة قوي كمان. روح هاد كيوب كمان. اعمل كيوب ده كده مسلا. بص انت كأنك بالزبط كده بتلعب بازل. وهنلف ده كده مسلا. واقوم واخد. خلي بالك همسك المحورين. ده حطه طبعا انت تلعب براحتك انا هنا. اه بص بقى. انا هعمل ده كده. حلو? بس صفر انت كنت عايزة نزل ده على تحت ايدل. في الحالة دي تقلب نظام المحاور. ليه? اه اسف ليه? احنا قلنا بيبقى اتجاه الاكسس حسب اتجاه او اما لو قلت كده اتجاه الاكسس حسب اتجاه الموديل. في ناخد ده هنسميه اللي هو الابر كيوب. وهاخد تاني. حط الاولاني. حط التاني. لقنا ده كده. لو مسكت ده. وحركت مسلا كده. كده. وتضر اللي انت عايز تعمله كل ده. طبعا كالعادة. ما نساش اقول له. وما نساش اقول له. تمام? اظن يعني فاهمنا البرامترك. البرامترك انا كل اللي اعمال اعمله. ان انا بشتغل على الابجيكت زي ما هي. تمام? ما بغيرش فيها اي حاجة. مش كده هو بس. مما نيجي كمان. نشتغل على مش عايز اتكلم في الباقي بس هاخد مسلا من هنا. سيلندر. واقل بالسيلندر. اللي انا عايز الف في السيلندر. هتمسك المحور الاول خلي بالك. تمسك بالماوس الاول. بعدين تلف. كده. يبقى انا كده بلف تسعين دقاء. هادة كده وصغر شوية. زود شويتين ثلاثة اربعة خمس ستة. وارفع دي مسلا كده. مسلا يعني. هنجيب الراديوس لكده شويتين. مش محتاج كل عدد. وخلي بالك قوي من حتة عدد السيجمنس. ما تزودش عدد سيجمنس بدون اي لازمة. هتقولي طب احدد الكلام ده امتى? هقولك لما تشتغل بالممارس هتبقى عارف امتى بصوا المرادي بقى. انا مسكت ده كده. خلي بالك. او امسك الاول المحور. امسك بالماوس. اه انا اسف. امسك بالماوس. كنترول. واسحب. كنترول تاني واسحب. امسك بقى التلاتة دول. لموهم في جروب. عشان نلم في جروب. بنعمل. الت جي. الت جي بيلم دول في جروب. تاني. بولين. حط البولين الكبير. تحته البولين الصغير. واروح للافان دي ده. وامرايح نقوم بقى له كريات سينجل اوبجيك. وهائد. تمام. بقى بالمنظر ده. الجميل بقى. شفت انت دول? دول. كنترول واسحبهم. كده مسلا. وانزل يوم تحت. الاجمل من كده. امسك واحد من دول. واللي اكن رجع وره شوية. وروح زود. الريديوس. هو ده شغل البرامترك بقى. تمام? ان البرامترك اوبجيكت. اه ما. سهل قوي ان انا. اه اتحكم في البرامتر زي بتاعته من غير. اي. وجه على فكر النوع ده مش مش ايه يعني مش على طول تستخدمه بس لو انت عندك حاجة بسيطة انت شغال فيها مش شرط انك انت تلعب كتير في حاجة زي كده مسلا امعرفش دي ايه اصلا بس الدنيا تمامي خلي بالك بص كده السيلندر قطع هنا السيلندر ده قطع انا لو نزلت السيلندر وتلت تحت هعمل زي دك بصوا بقى احنا ممكن نشتغل كمان على الموديفايرز اللي هي ايه الموديفايرز او عامر التعديل اللي هي دي اللي هو انا مسلا خدت اا روحت اخدت البيفل بيفل 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 البيفل البيفل بيعمل زي فلت هنا كده بس عشان البيفل يشتغل لازم ادخله جوه الابشيكت بس في الحالة دي انا عندي اوبشيكت مركب عندي اوبشيكت اوبشيكت جوه اوبشيكت طب ازاي انا يخلي ده يأثر على كل على ده وده وده يعني يأثر على الهيراركي اللي هي الشجرة دي عن طريق ان انا الم ده كده في مجرد ما بيتلم مع اوبشيكت جوه بيتلاقي يشتغل في البيفل بقى ممكن هتقول له تزود البيفل زينا بس هو كده عالي ممكن تقول له بواحد فتزود انت الفلت اللي انت شايفه هنا ده كده لو عايزين نشوف الشكل عامل ازاي نرجع بالمنزر ده طبعا ما بيتضافش بالشكل ده يعني انا ببقاش عايز الفلت على تمام طبعا بعمل سليكشن والسليكشن بديه للبيفل بس طبعا مش هنتكلم في الحتة دي دلوقتي لكن دي الطريقة اللي انا بشتغل بيها البرامترك طب في ايه تاني في البرامترك موديلنج في البرامترك موديلنج انا عندي هنا بقى كنكت اوبشيكت وعندي السيمتري سيمتري آآ واضح من لو انا خدت ده كده رميته جوا سيمتري هيعمل لي واحد اخوة طب سؤال هو لو انا قفلت السيمتري طب انا عايز السيمترية او عايز الكوبي اللي هيتعمل من ده يتعمل من عند النقطة دي يعني يبقى الشكل الجديد فوق ده مايبقاش جواه بصوا كده هو كده جواه انا عايزه فوقه السيمتري بيشتغل من عند الاكسس بوينت من اما الاكسس بوينت موجودة او هنقولها بالمعنى التكنيك اللي بتاعنا البفت او نقطة المركز مش هقول كلمة نقطة المركز دي كتير وهتلاقي ايه بقول كلمة البفت كتير خلي بالك طب عشان ننقلها الاول شيل السيمتري طبعا هنشيل السيمتري ازاي تقول لي نطلع دي كده وبعد نعمله دليت ماشي لكن في حاجة اسهل لما تحب تعمل دليت لبيرانت وتسيب لتشيلدرنز بتاعته او تسيب الحاجات اللي تحته رايت كلك عليه كده وتنزل تحت خالص هتلاقي حاجة اسمها دليت وذوت تشيلدرن كلك هيشيل البيرانت ويسيب لتشيلدرن هاروح لنال وهاروح لأي فيو بورت من هنا انا عايزة انقل البفت بوينت هكليك على اللي قدام ايه اللي هي الاكسس موديفكيشن دول كليك امسك الاكسس شفت عشان تمشي عشرة بعشرة واطلع حد هنا مثلا كده شيل الاكسس او الاكسس ادت مود وبعد كده اروح على سيمتري ارميدة جوة انلاقي نفس الحكاية ليه نفس الحكاية مع ان البيرانت فوق لان البولين نفسه تحت فانا هاجي كده وارفع البولين ده الفوق نفس الحكاية ابتكر نفس الموضوع اقفل السيمتري افتح السيمتري تاني للأسف السيمتري لازم يضاف هروح لسيمتري ونخلي بقى من حاجة ان هنا في حاجة اسمها الميرور بلاني فينا حاجة اسمها زد واي خلي بالك ان سينما ماشي بنظام ريخم شوية هو بيشتغل في اتجاه المحور اللي مش مكتوب معلول يعني زد واي هو كده شغال على اكس يعني الميرور كده لكن انا عايز الميرور في اتجاه واي فانا هنا هقول له اكس زد تمام اكس زد كده بقى الميرور في اتجاه واي تمام خلي بالك قوي من حتة الميرور دي علشان ما طلق بطقش ده بالنسبة لحاجة زي السيمتري طب السيمتري انا ممكن انقله اه ممكن تنقله انا ممكن تيجي كده وتزوقه تخليه زي ما انت عايز لو مش كده وبس انا ممكن اخد جامان سيمتري وحط السيمتري ده جوه ده بس المرة دي هقول له على اكس يعني زد واي فانا هاخد السيمتري ده كده بقوم وهاخده مسلا كده تمام هتقول لي ايه ده هقول لك والله معرفة تم انطلع بالفوق كده بس يا شبه المكان اش عارف ايه حاجة زي كده ايه الميزة في ده الميزة في ده انك انت لو عدلت هنا هو هيتعدل في الاربعة يعني مسلا لو انت روحت لالبولين اوبجيكت ده وروحت لالابر كيوب وروحت واخد الابر كيوب ده كده اوبس انت كده عدلت فين في الاربعة ده كده شغل البرامتريك موديلينج طب والبرامتريك موديلينج بيبقى على الجيومتريس بس او الاشكال دي بس لأ ده ممكن كمان يبقى على سبلاينز يعني ايه سبلاينز يعني ممكن يبقى على دول طب يبقى على دول ازاي نفس الحركة لو انا روحت خدت مسلا حتة سيركل مسلا يعني تعالوا نضغط alt double click عشان يخفي واخدت مع السيركل rectangle وقمت احطت ده كده خلي بالك لازم المحور زد يبقى واحد خلي بالك زد يبقى واحد اللي اتنين دول حطوهم جوا سبلاينز موسك زي البولين اهو تمام طبعا هنا سبلاينز موسك عمل يون يون ممكن اقوله ايه سبتراكت بي كالعادة ممكن اقوله بي سبتراكت ايه قطع ده من ده ممكن اقوله انت ممكن اقوله اور ممكن اقوله انترسكشن فانا هاختار مسلا يون يون ممكن اروح للريكتانجل واقل ده شوية طب هو كده هو بس لا ممكن اروح هنا للفرانت فيو وعلى سبيل المسال مسلا لو اروح اخدت البنتول ورسامت مسلا حاجة زي كده ما بعرفش انا ما بعرفش ارسم ولا ما بعرف ارسم ولا ما بعرف ارسم ولا ما بعرف ارسم ولا تقريبا انا اخد الابتدائية بوسطة طيب اه ام خدنا ده كده اهو افنا النقطة لو رحت خدت تاني سبلاين موسك رحت حاطت ده جوه ده وحاطت ده مع ده تمام نبص كده المرة دي هنلاقيه عندنا ده بس لو اخدت بالك النقطين النازلين دول عمدين مشكلة سهلة سلكت البوينت مود وتقوم رايح هنا بتقوم بس زي ايه دي الفوق تمام اه اه يدي على مفتاح ممكن تمام يعني حاجة زي كده ام برامترك مودلينج بس فين فيه في السبلاينز همسك ده كده وقوم ساحب ده كده كده افتكر اتكلمنا على في السبلاين و الجيومتريز اشوفكم المحاضرقه